اشتركوا في القناة انتهي فيهم جزء بتاع التقييم الالكتروني او مقرر التقييم الالكتروني جزء عن البنوك الاسئلة ان شاء الله النهاردة نشرحها واللي جايه هتبقى عن ملفات الانجاز واللي بعدها ان شاء الله هنشرح جزء عاملي عن الاسئلة العملية ازاي عمل اختبار عاملي عن طريق جوجل درايف ان شاء الله بإذن الله وبرنامج اختبارات اخر هنشرحه بالتفصيل بحيث يساعد الناس اللي عندهم مقررات رقمية او الالكترونية يقدروا يعملوا اختبارات ليها ويربطوها بيها أو يرفعوا على الـ LMS الخاص بيهم اختبارات برضو الكترونية عن طريق البرنامج ده برضو خلونا نشتغل كده على طول على الجزء بتاعنا احنا شرحنا في أساليب وأدوات تقويم التعلم الإلكتروني الاستبيانات المقابلات الشخصية الملاحظات والتطبيق الاختبارات الإلكترونية وديه الجزء اللي احنا رحلناه الجزء العملي الخاص بجوجل هنشرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى وبعد كده هنشرح نهاردة بنوك الأسئلة والمحاضرة التمنى بإذن الله تعالى والأخيرة في الجزء النظري بقى خلاص كده اللي هي ملفات الإنجاز الإلكتروني بنوك الأسئلة زي ما تعودنا كده خلينا ناخد التعريفات بتاعتها أول تعريف ليها تعريف عام وشامل هي البنوك التي تشتمل على كم كبير من جميع أنواع الأسئلة سواء كانت تتطلب إجابات مقيدة زي الأسئلة الموضعية أو إجابات حرة أسئلة المقال بأنواع المختلفة أو أسئلة الاختيار من متعدد أو صح وغلط خلاص كده فده جزء كبير جدا جدا من اللي هي البنوك التي تشتملها أو التعريف الخاص بيها فيه تعريف تاني أو جزء تاني تكمل للتعريف اللي فات هي مش شرط يعني تشتمل على يعني البنوك الأسئلة فقط زي ما الناس متعرف بين الناس اللي هي تشتمل على أسئلة فقط لا ممكن تشتمل على أنواع أخرى من الأنشطة أو المهام والمهام دي تختلف عن الأسئلة اللي بنتعرف عليها اللي هو بيشتمل على تجربة علمية موضوعات بحثية أسئلة شفوية وكل دي بتدعم المهارات والإجراءات التي تسمح بتقويمها يعني فيها إجراءات وفيها مهارات أنا عايز أعمل تقويم لها فلازم يبقى أنا وأنا برفع عليها الحاجات دي يبقى أنا عارف هقدر إزاي أعمل لها تقويم مباشر طبعا بعض التعريفات بتقولك البنك الأسئلة هو مكان آمن توضع فيه مجموعة من الأسئلة زيتها مستويات عالية من الجودة ودي مهمة جدا جدا يعني لازم يمر بمراحل جودة علشان ما يبقاش أسئلة وخلاص مش حاطت أنا جئت النهاردة صحيت من الصبح هايز أعمل بنك أسئلة هبدأ أقول يلا نكتب أسئلة ونحط ونرفع ونرفع لا أنا بحطها بناء على جودة معينة بناء على خصائص معينة من المعايير اللي محطوطة للاختبارات خصائص علم نفسي خصائص شمولية المنهج كله خصائص خاصة بالمناهج وطرق التدريس وهكذا وكل دي بتبقى محطوطة علشان أقدر أسحابها في أي وقت أو أقدر أضيف ليها أي عدد من الأسئلة وكل ده تعديل في البنوك بتاعت الأسئلة وكل دي الأسئلة المختلفة على المقننة ذاتها تقنين معين زي ما نقولت لكم وخصائص معينة زي ما انتم شايفينها كده والخصائص دي تقول إيه اللي هي قدرة أداة القياس اللي اختبار نفسه على القياس على قياس موضعة الأجل يعني كل دي اللي هي المعايير الخاصة بي ده التعريف زي ما انتم شفته تعريف شامل كده سريعا واختصار عشان لو انتم عملتوا سورش على بنوك الأسئلة على الإنترنت أو على في المراجع الخاصة بالتقويم والمناهج هتلاقوا أهداف كتير جدا جدا قصدي تعريفات كتير جدا جدا لبنوك الأسئلة فأنا بحاول اختصر علشان بس الناس تبقى عندها علم بيه وبفتح لهم الطريق اللي هم يشتغلوا فيه لو هم عندهم فكري ليه أو أي حاجة من دي خلاص أهداف بنوك الأسئلة فيه هدف عام شامل لكل أدوات القياس أو أدوات التقويم اللي درسناها وفيه هدف أهداف خاصة بالأسئلة أو بنوك الأسئلة الهدف العام اللي هو تطوير أدوات تقويم التحصيل الدراسي باعتبار أن التقويم أحد العمليات الهامة لتطوير المنظومة التعليمية فدي نقطة مهمة جدا جدا أو أهم نقطة اللي هي أنا بحط أدوات معينة علشان أطور على عملية التعليمية ودي شاملة لكل أدوات القياس أو أدوات التقويم الهدف الخاصة أو الخصوصية التي تخص بنوك الأسئلة الخصوصية أو الهدف الخاصة فيها أول حاجة تحسين نوعية الأسئلة من الشكل والمضمون وضمان جودتها تبقى للخصائص الموضوع لي دي نقطة تاني حاجة ضمان استخدام الأسئلة الجيدة أكثر من مرة بمعنى وضعت الاختبار هذا العام بعد خمس أعوام على سبيل المثال أو بعد ثلاث أعوام أستفيد من الأسئلة بتاعت أول عام أو وضعت الأسئلة هذا الفصل الدراسي ممكن أستفيد منها في الفصول أخرى عشان هي جيدة فهي دي نقطة مهمة جدا جدا عشان أنا محكمها بجودة معينة وبمعايير معينة تلاتة طبعا بيبقى عندي إمداد المعلمين بزخيرة من الأسئلة المقننة تحمل أفكار جديدة يمكن أن يستعينوا بها أثناء عملية التدريس وأثناء عملية التقويم البنائي المستمر لكل جزء من أجزاء المحتوى ودي مهمة جدا جدا لبقى أنا بحض أسئلة مقننة أو أسئلة لها أفكار كتيرة أو أفكار جديدة قدام المعلم أثناء التدريس ممكن يعمل اختبارات بيها وأثناء عملية التقويم البنائي خلال العام الدراسي كاملا يقدر يغطي كل الأجزاء الأسئلة اللي عنده في المحتوى بدون أي تعالى طبعا تسمح لبنوك الأسئلة للمعلم بمرونة أكبر في عملية القياس بمعنى اللي هو بيسهل عليه وضع الاختبارات في أي وقت أنا عايزة أعمل اختبار بكرة أو اليوم مثلا أو بعد ساعة للطلبة ما عنديش مشكلة اللي أنا أبدأ أركز فيه لا أنا أخش على بنك الأسئلة أسحب الأسئلة المطلوبة أو أسحب الجزء اللي أنا عايزة أغطيه من الأسئلة المطلوبة في المنهج وأبدأ أختبر الطلاب بطريقة سهلة إن شاء الله تاني حاجة بتوفر طبعا جهد والمعلم زي ما قلنا المرغ الفاتي كده عشان ما بيبزلش في بناء الأسئلة الأسئلة موضوعة لوحدها أو موضوعة بطريقة مقننة والمعلم بيستفيد منها مساعدة الطالب على التعلم الذاتي والاهتمام بالتعرف على نتائج التعلم لكل طالب على حدة وفق سرعاته وإمكاناته وليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج الاختبار ودي مهمة جدا جدا ببص الطالب بيخلص إيه الأسئلة الأسئلة عنده اشتعابه ازاي كل ده بيينها لبنوك الأسئلة لما استعمل الأسئلة اللي فيه عشان بتظهر أسئلة عشوية ممكن تلاقي أسئلة بعضها يحلها بسرعة اللي فيها تجارب أو فيها الحاجات دي وبعض الأسئلة اللي فيها مقالات يبقى عنده مشكلة في كتابة المقالية عنده مشكلة في الموضوعية يبقى أنا كل ده بيينتج عني لأنا بشوف الطالب أداءه ازاي يتخلص طبعا من مشكلة السرية في الامتحاناته فده النقطة مهمة جدا جدا زي ما اتفقنا عليها انت عندك الاختبارات بيبقى لها سرية وكنترول وحاجات كتيرة جدا جدا ممكن دلوقتي اللي انت بنك الأسئلة يتحلك الاختبار الواحد يبقى مختلف عن كل طالب يعني الفصل الواحد الدراسي مثلا انت بتختبر مجموعة من الطلاب مجموعة الطلاب اللي عندك ده كل طالب ياخد أسئلة بأشكال مختلفة طبقا للي نزله من بنك الأسئلة فده حاجة مهمة جدا جدا استخدام بنوك الأسئلة يساعد المعلم على مقارنة نتائج أداء الطلاب في الأعوام السابقة بأداء الطلاب في الأعوام الحالية والأعوام المستقبلية فده نقطة مهمة جدا جدا علشان يعرف الطلبة معدلاتهم نزلت هل البنك الأسئلة محتاج تطوير هل الأسئلة وعرضها بسيطة فيها مشاكل المعدلات النجاح حالية او معجلات الرصوب منخفضة وهكذا فده نقطة مهمة جدا جدا هنخش بعد أهداف الخاصة ببنوك الأسئلة هنخش على أنواع بنوك الأسئلة وأنواع بنوك الأسئلة اللي هي أول حاجة بنوك المفردات وتقتصر أنواع دي على مفردات اختيار من متعدد اختيار من متعدد لذلك تسمى هذه البنوك ببنوك المفردات الموضوعية طبعا دي تبقى للمفردات الموضعية برضو الاختيار من متعدد تبقى الاختيار من الموضعية بس هنا في بنوك الأسئلة فصلنها لوحدها نسميناها المفردات اللي هي إختيار من متعدد فقط لغير حطناها ليها علشان ليها سيكونつ معينة في الترتيب الاسئلة والاختيارات من متعددة علشان ممكن الاختيار من متعدد ده يتغير يعني ممكن يجيله نفس رأس السؤال بس الاختيار من متعدد اللي تحتي يحصل فيه لنضر يبقى الاختيارات مختلفة عن الجنبه فتلاقي فيه تشويش أو مش تشويش فيه يعني زي زكاء حتى لو بسيط على زميلي اللي جنبي الاختيارات من متعدد اللي عندي مختلفة عن нелю ايضاً اختيار أخرى من اختيار اخرى بالمعلومة اخرى فكل هذا هو بنوك المفردات النوع الثاني هو بنوك الاسئلة نفسها الشامل وده اكثر عموية والتساعاً لجي يشمل كل انواع الاسئلة الموضوعية وكل انواع اسئلة المقلب وانواع مختلفة زي ما شرحنا المرة الفتح فكل دي النوع الثاني عشان كده الناس لما تيجي تعمل أسئلة أو تيجي تصمم بنك الأسئلة يبقى عندها الوعي بالجزء ده اللي فيه أنواع مفردات وأنواع أسئلة عادية الرقل السيكونس أو التصميم بتاعها أو البرمجة بتاعته مختلفة عن كل إيد واحدة طبعا احنا قلنا في التعريف اللي فات أو التعريف الأول خالص اللي مش شرط بنوك الأسئلة تحتوي على الأسئلة فقط لا ممكن تحتوي على حاجات أخرى أو أشياء أخرى اللي هي تجارب علمية موضوعات بحثية أسئلة شفوية ودي بتساعد على تنمية مهارات معينة والمهارات دي أنا بقدر أقلصها أو بقدر أعمل لها إيه تقوي فيه عناصر مشتركة في أي بنك أسئلة لازم تبقى موجودة أول حاجة عندي اللي هي توفير رصيد كبير إحنا كده عرفنا أنواع البنوك كده بنعرف إيه العناصر المشتركة في البنوك يعني أنا لو دخلت على بنك من بنوك الأسئلة لجامعة أخرى أو لمدرسة أخرى وأنا بعمله تقويم مثلا علشان أعمل نفسي هصمم بنك أسئلة عندي في المؤسسة التعليمية الخاصة بها لازم يبقى عندي كده إضاحة اللي أنا عندي عناصر مشتركة بين البنك اللي مصمم حاليا وبين البنك اللي أنا هبدأ أعمله تصميم فالعناصر المشتركة اللي فيه رصيد كبير لازم يبقى متوفل بالبنك رصيد كبير وليس مجموعة أسئلة محدودة من المفردات من الأسئلة من الفقرات الاختيارية للمحتوى أو محتويات يتم تصنيفها وتنظيمها وفق المحكات معينة أو مقيس معينة محدودة دي أول نقطة تاني نقطة لخصاص الإحصائية اللي على أساسها هتقيس البيانات اللي هتخرج لك من هذا البنك لازم يبقى عندي خصاص إحصائية محدودة أنت عايز تقيس إيه؟ عايز تقيس سرعة الطالب في إعداء الاختبار، قوة الاختبار، عايز تقيس التحصيل، عايز تقيس إيه؟ كل دي بتطلع خصائص إحصائية معينة عشان تلحقها بالبنك عشان تطلع لك النتائج تشكيل اختبارات ذات خصائص معينة من عينات من هذه المفردات واستخدامها كأدويات لقياسة ممكن جوه البنك نفسه أعمل تصنيف لاختبارات معينة اختبارات معينة تقيس التحصيل، اختبارات معينة تقيس أداء المهارات، اختبارات معينة تقيس تنمية التفكير كل ده ممكن أعمل تصنيف داخلي اللي هو لما أجي أقول مثلا أنا عايز التطلب أكسلهم من تنمية التفكير، هينزل لي الأسئلة الخاصة بها يبقى عمل لي اختبار واحد، واحد كذا، فكل ده تصنيف طبعا بيسهل علي في حاجات كتير في إعداء الاختبار فكده يبقى اخدنا التعريف أهداف أنواع والعناصر المشتركة، هنخش على استخدامات بنوك الأسئلة، وإيه الاستخدامات بتاعتي، وإزاي استخدمها، وإزاي أقدر أشتغل عليها، كل ده بإذن الله هنبدأ نشتغل فيه دلوقتي